ملكة الأزهار كان ما كان في قديم الزمان امرأة ليس لها أولاد فلجأت إلى ساحرة عجوز تطلب منها أن يكون لها طف فأعطتها الساحرة حبة شعير وطلبت إليها أن تضعها في وعاء تنبت فيه الأزهار عادت المرأة إلى بيتها وزرعت حبة الشعير وسرعان ما رأت زهرة كبيرة تخرج من التراب وفي داخلها طفلة صغيرة جداً وجذابة يبلغ طولها طول إصبع صغيرة فأسمتها المرأة الإصبع الصغيرة وفي إحدى الليالي كانت الصغيرة نائمة في مهدها فدخل الغرفة علجوم قبيح حمل الصغيرة إلى الحديقة التي يسكنها هو وابنه واضعاً الطفلة الصغيرة على ورقة نبات في وسط إحدى الساقيات وفي صباح اليوم التالي أفاقت الصغيرة من نومها ورأت المكان الذي هي فيه فبدأت بالبكاء وحين عرفت الأسماك الصغيرة أن العلجوم القبيح ينوي تزويج الصغيرة بابنه القبيح اجتمعت وقطعت ساق الورقة بأسنانها فسقطت الورقة في الماء وحملها الماء بعيداً إلى النهر الذي لا تستطيع العلاجيم الوصول إليه وأخذت إحدى الفراشات تحوم حول الإصبع الصغيرة التي أخذت حزامها فعلقت أحد أطرافه بالفراشة وعلقت طرفه الآخر بالورقة فازدادت سرعة تقدمها وفجأة مرت إحدى الجعلان الكبيرة فرأت الصغيرة فأحاطتها بقوائمها وطارت معها إلى إحدى الأشجار وسرعان ما جاءت الجعلان الأخرى لزيارتها فوجدنها هزيلة ووصفنها بالقبح سمعت الجعل الكبيرة رأي الآنسات فظنت أن الفتاة الصغيرة قبيحة فأنزلتها عن الشجرة وطردتها وهكذا قضت الإصبع الصغيرة فصل الصيف وحيدة في الغابة تتغذى برحيق الأزهار وتشرب الندى الذي يسقط صباحا على أوراق الأشجار وهكذا مر فصل الصيف وفصل الخريف ولكن ها هو ذا فصل الشتاء القاسي يصل وصلت الإصبع الصغيرة إلى مأوى إحدى فئران الحقول وادعت أنها متسولة وطلبت حبة شعير لأنها لم تكن قد أكلت منذ بضعة أيام وسمحت لها فأرة الحقول بقضاء فصل الشتاء في بيتها على أن تبقي غرفتها نظيفة وأن تروي لها قصصا جميلة وفي أحد الأيام ذكرت الفأرة للإصبع الصغيرة أن جارها الخلدة سيزورها وأن هذا الخلد يمتلك أشياء شديدة الجمال فإذا قبلت الزواج به فستكون الفأرة سعيدة جدا وحين وصل الخلد سر بوجود الإصبع الصغيرة وطلب منها الزواج به فلم ترفض لأنها لم تكن تريد إغضاب الفأرة وأراد الخلد أن يفرح جاراته فسمح لهم بالتنزه في ممر سفلي كان قد أنهى حفرة وخلال تنزههن في الممرات السفلية رأينا جسد سنونه قد مات من الجوع خافيا رأسه وقدمي تحت ريشه تألمت الإصبع الصغيرة لهذا المشهد لأنها تحب الطيور كثيرا وعندما عادت إلى غرفتها لم تستطع النوم فحبكت بساطا من القش اليابس وذهبت وبسطته فوق الطائر وعندما انحنت لتقبله سمعت نبضا خفيفا فالطائر لم يكن ميتا بل كان مخدرا خدرا خفيفا فأحضرت له الماء في ورقة من أوراق نبتة الزهر وشرب الطائر وروى لها كيف جرح فلم يستطع اللحاق برفاقه إلى البلدان الحارة وخلال فصل الشتاء كانت الإصبع الصغيرة تعتني بالطائر من دون علم الفأرة والخلد وعندما أقبل فصل الربيع طلب الطائر إلى الإصبع الصغيرة التي أحسنت إليه مرافقته لكنها رفضت لأن رحيلها يسبب الحزن لفأرة الحقول كان حزن الإصبع الصغيرة كبيرا لأن الخلد كان مصمما على الزواج بها ولما حان يوم الزواج حضر الخلد ليأخذ الإصبع الصغيرة إلى ما تحت الأرض فطلبت منه أن ترى الشمس للمرة الأخيرة فخطت بعض الخطوات خارج البلت ولحسن حظها رأت السنون يمر فنادته وتعلقت بريشه وهرب الإثنان بعيدا من الخلد القبيح بعد حين وصل السنون والإصبع الصغيرة إلى البلاد الحار ووضع الطائر الصغيرة على أجمل زهرة ليجعل إقامتها سارة ولكن ما أعجب ما حدث كان رجل أبيض جالسا في الزهرة يضع على رأسه تاجا ذهبيا وعلى كتفيه جناحين لامعين إنه جني الزهرة حينئذ وضع الجني تاجه على رأس الإصبع الصغيرة وطلب منها أن تصبح زوجة له وحين وافقت أصبحت ملكة الأزهار تلقت الإصبع الصغيرة هدايا عديدة ولم تفرح بشيء أكثر من فرحها بزوج من الأجنحة يتيح لها الطيران من زهرة إلى أخرى اشتركوا في القناة